الله يا رب هذا ما تمناه دائماً تضافر الجهود سيكون القضاء على الجماعة الهربية إذن مشاهدين نمر الآن وبالعودة كذلك إلى شأن وطني وفي شأن التربوي أين سطرت وزارة التربية الوطنية الخطوطة العريضة لتوظيف الأساتذة وهذا تحضيراً للدخول المدرسية المقبل ناديا زعيط وتفاصيل إحالة أربعين ألف أستاذ على التقاعد رقم تحاول وزارة تربية استدراكه من خلال فتح الأرضية الوطنية للتوظيف إضافة إلى فتح مناصب جديدة لأكثر من عشرة ألاف أستاذ تحسباً للدخول المدرسي المقبل باعتبار أن الطور الإبتدائي يضم أكبر عدد من الأساتذة إذن ربما الأساتذة اللي هم منتمين الأطوار التعليمي الطور الإبتدائي هم أكثر الأساتذة الذين سيحلون إلى التقاعد ثم يأتي تعليم المتوسط ثم يأتي التعليم الثاني هذا بالتوزيع العادي للأساتذة جملة من الإجراءات والضوابط سطرتها الوزارة لإنجاح عملية التوظيف التي ستتم على عدة مراحل الأرضية الرقمية تكون مفتوحة أمام مصالح مديريات التربية وليس للأساتذة المترشحين تمكين المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في المرحلة الولائية والوطنية من الترشح المسابقة التوظيف المقرر يوم التاسع والعشرون جوان تحديد التاسع والعشرون جوان تاريخ إجراء الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة المسابقة تشمل المترشحين حامل الشهادات الذين لم يشاركوا في مسابقة التوظيف لسنة 2016 وغير المدرشين في القوائم الاحتياطية إدعوا ملفات مسابقة توظيف بداية من الثاني من شهر ماي إلى غاية الثالث والعشرين من نفس الشهر تحديد منتصف شهر جويليا لإجراء الاختبار الشفاهي للأساتذة الناجحين في الاختبار الكتابي وزارة التربية تسابق الزمن لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث في خطوة ترمي لتفادي تكرار سيناريو شغور المناصب الذي ميز السنة الفارطة في قطاع التعليم العلي مشاهدين